سلام عليكم كان ملفت للنظر ومتصدر العناوين الرئيسية في وقته أكثر من هواتف سامسونج الفلاكشب صحيح سامسونج تأخرت في السباق لأن منافسيها طلق ووابل من الأجهزة بكاميرات من بوثقة أو بوباب كاميرا لكن الأي 80 كان مختلف كليا لأن سامسونج استخدمت بي نظام كاميرا دوار والتي تعتبر أكثر تعقيدا من باقي الكاميرات هذه التقنية أو آلية الكاميرا الدوارة مكنتنا من الحصول على شاشة كاملة من الحافة للحافة بدون لا قطع لا نوتش أما في الوقت الحالي معظمكم يسأل إذا سامسونج راح تقدم خليفة هذا الجهاز أم لا اليوم عندنا بعض الأخبار حلوة عن هذا الموضوع العام الماضي كنا نعتقد أن سامسونج راح تقدم الأي 81 حالة حالة الأي 51 والأي 71 وباقي الأيات اللي موجودة بالسوق ولي مصحوبة برقم واحد لكن سامسونج جاوزت الأي 80 والأي 90 بس الأخبار الجديدة اللي سربها الموقع الهولندي غالكسي كلاب اللي يملك سمعة طيبة في الوسط التقني بأخبار الموثوقة سرب بعض المعلومات عن هذا الجهاز واللي راح تسميه سامسونج بالغالكسي الأي 82 وليس أي 81 لكي تستمر على هذا النهج هذا العام مع الأي 12 والأي 32 وصونا للأي 72 اللي متوقع أطلاقه قريبا جدا وسامسونج قدمت لامكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية وثيقة الهاتف جديد تعمل عليه حاليا وباستخدام صور براءات الاختراع دخل المصمم سارانكشيث في شراكة مع ليتس جو ديجتال وظهرت رندرات لهذا الجهاز اللي واضحة أمامكم توضح حالية تحرك البنالة العلوية في محور واحد في اتجاهين على أكس الجيل الأول اللي كانت الكاميرا تطلع من الجهاز وتفتر إذا تريد تاخد سيلفي من تسحب الجهاز رح يكون هاتف عادي بس إذا حركت الشاشة العلوية للأسفل فرح تقدر تحصل على كاميرتين للسيلفي وثلاث كاميرات خلفية وإذا حركت الشاشة السفلية للأعلى فرح تحصل على مكبر صوت كبير من شركة AKJ واحدة من أهم الشركات في العالم واللي متوقع أن يتقدم تجربة صوتية رهيبة كذلك ألاحظ أن الشاشة فلات بدون أي نحناء يعني حرفياً رح تحصل على شاشة كاملة لكن هذا الجهاز أكيد به بعض العيوب واللي ممكن ألخصها لكم أنه هاي الآلية اللي رح ينزلق بها التليفون ممكن تكون غير عملية مع مرور الوقت وممكن أن تتعرض بسهولة لكسر أيضاً بعض المواقع رجحت إلى سامسونج ممكن رح تستخدم معالجها الحديدة بالفيلم التوسطة الأكزينوس 1080 لكن هاي المعلومة لحد الآن ما متأكدين من أدهة عموماً أصدقائي هاي كل المعلومات اللي حصلناها عن هذا الجهاز لكن ما عدنا أي معلومات أكيدة عن موعد اطلاق الرسمي لكن متوقع هذا العام نشوف هذا الجيل اللي ممكن يغير تصاميم الهواتف المحمولة أتشكروا رأيكم أصدقائي بهذا التصميم أحب أشوف أراكم بصندوق التعليقات وشوفكم بالفيديو الجاي في أمان الله